مع اشتداد المعارك في الساحل الغربي وقربها من مدينة الحديدة يخشى الحوثيون خسارة هذه المحافظة التي تمثل لهم شريان الحياة وآخر حصون بقاء الانقلاب وبالتزامن مع قرب خسارة الحوثيين للحديدة أطلق مسؤول إيراني رفيع تصريحات لوكالة رويترز أكد فيها استعداد بلاده للعمل مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإنهاء الصراع في اليمن وقال المسؤول الإيراني سنستخدم نفوذنا لإحضار حلفائنا إلى مائدة التفاوض إيران وحلفاؤها الحوثيون محاولات للإنقاذ أم للمقايضة صحيفة ميدليست الدولية نشرت في صفحتها الرئيسية خبرا بعنوان إيران تبتز أوروبا إنقاذ الاتفاق النووي مقابل هدنة في اليمن خطوة ترامب إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وضعت الأخيرة وسط خيارات صحبة ليس أقلها محاولة إنقاذ الاتفاق مع الأوروبيين الدول الأوروبية تسعى أيضا لإنقاذ الاتفاق وتجنب أي تصعيد في المنطقة ولذا فإن ميليشيا الحوثي قد تكون الكرت الذي ستضحي به إيران لكسب معركة الاتفاق النووي مراقبون يقولون إن تحركات القيادات الحوثية وحلفائهم الإيرانيين بالحديث عن موافقتهم على الجلوس على طاولة الحوار ليس سوى تكتيك لكسب الوقت ومنع سقوط الحديدة في قبضة الشرعية لأنه إذا تم ذلك سيخسر الحوثيون أهم أوراقهم التفاوضية ولن يكون هناك معنى لطاولة الحوار بين نارين يضيق مصير الحوثيين نيران القوات الموالية للحكومة التي تلتهم المناطق بشكل متسارع في الحديدة ونيران المقايضة الدولية من قبل إيران بين أروقة التفاهمات في أوروبا